سلام عليكم اهلا وسهلا بكم النهاردة ريلمي تم الاعلان عن سلسلتها الجديدة في مصر وهي سلسلة الريلمي النارزو الموبايلات دي كانت نزلت قبل كده في الوطن العربي ونزلت في الخارج من فترة كبيرة لكن الريلمي قررت دلوقتي انها تنزلها لنا في مصر والسلسلة دي مكونة من اكتر من موبايل في الريلمي نرزو 50 اي وده موبايل في فئة سعرية 2000 جنيه موبايل كده بسيط وفيه الموبايل الاعلى منه شوية وهو الريلمي نارزو 50A وده هيكون في الفئة السريعة بتاعت 3000 جنيه مع رامبا اربعة مع اربعة وستين واربعة مع مية تمانية وعشرين وفيها هيكون بقى الريلمي نارزو 50 لكن ده لسه مش متأكد من نزوله لكنها هيكون تطوير اكتر في الاداء وكمان في الكاميرات نرجع بقى تاني للموبايل الاصغر وهو الريلمي نارزو 50A فخلونا كده نستعرض الموبايلات دي بشكل سريع عشان تبقى انتم عارفين برضو ايه الموبايلات اللي نزلت لنا في السوق المصري لكن الاول ما تنساش تعمل لايك الفيديو ام سبسكرايب اشتراف القناة فعل الجرس عشان تتابع كل الكلام الجديد اللي جاي ريلمي محيران الفترة الاخيرة واكلمت في النقطة دي كتير انها كل شوية نزل موبايلات كتير في الخارج وبرضو متحيرنا معها لكن معالينا دلوقتي فعليا نزل لنا في مصر الريلمي نارزو 50A والريلمي نارزو 50A الخمسين اي ده تقريبا كده جاي استكمال او جاي مكان الريلمي C11 الريلمي C11 كان فيها السعرية تحت الالفين جنيه كان مكتسح بشكل كبير في سوق الموبايلات دلوقتي الريلمي بنزل برضو الخمسين اي تقريبا برضو بنفس الرام اتنين جيجا رام عم ساحة داخلية تنين وتلاتين وهيكون في سعر الف وتسعملين جنيه الى الفين جنيه والنسخة اعلى منه شوية اربعة مع اربعة وستين ودي هتكون في سعر تقريبا من الفين وتلتمية الى الفين وربعمية النسخة الاصغر افضل تقريبا لاني الفئة السعرية دي اللي عايز يجيب موبايل كده للناس الكبيرة او حتى لحد صغير هيماشي مع الامور وبرضو كمان تمنه لحد ما معقول اما بقى لو انت عايز رام وروم فممكن تلاقي برضو من ريلمي موبايلات تانية هتكون افضل ليك زي ريلمي C25Y او حتى الـ C25 نفسه الاقدم هنيجي للنقطة دي تانية بعدين لان دي هتدخلنا في مقارنة كتير خلونا نتكلم على ريلمي نارزو 50i الموبايل الدزاين بتاعه شكله لحد ما معقول واحلى كتير من ريلمي نارزو 50i اللي شكله مخيف النارزو 50i جاي بتصميم بسيط للتاميرات هي كاميرا وحيدة محط بها الفلاش وكلمة نارزو هتلاقي تحت كده موجود السماعة الخارجية موجودة في ظهر الموبايل ودي من احدى المساوئ اللي موجودة طبعا في الموبايل ان السماعة بتاعته خارجية وده مش افضل مكان لها وزن الموبايل لحد ما تقيل شوية 195 جرام كان رايح للتقل اكتر من كده والسمك بتاعه كبير برضو شوية 9 و 6 ملي فالموبايل تثين وكبير اما لو جينا للشاشة الموبايل فالشاشة جاي بحجم 6.5 انش شاشة IPS بجودة HD بس فالشاشة بسيطة وكمان النوتش بتاعها بسيط وده يعني اعادة الفئات السعرية اللي هي فئة الـ 2000 جديد تحديدا او تحت الـ 2000 جديد مفيش فيها مشكلة معالج اللي جاي في الموبايل ده معالج مش افضل حاجة معالج متواضع جدا وهيكون اداء الموبايل ده مش الافضل حاجة او مش ترجطك في الموبايل ده الاداء لان المعالج جاي من شركة يونسيك معالج مجهول بتقنية قديمة جدا 28 نانو میتر زي ما قلنا الموبايل هتكون فيه منه نسختين نسخت اتنين جيجا رام مساحة غالية 32 وده هتكون تحت 2000 جنيه ونسخت اربعة مع اربعة وستين وده هتكون فوق الـ 2000 و300 جنيه الموبايل بيدعم تزويده بكارت الموبايل خارجي بجانب الخطين وده نقطة لحد ما كويسة والموبايل جاي بكاميرا وحيدة خلفية وكاميرا للسيلفي كاميرا بسيطة جدا للسيلفي بدقة خمسة ميجا بيكسل فتتعسى افتو بي انتو كاميرا هتكون اداء بسيط ومتواضع كعادة الفئة السعرية اللي جاي فيها الموبايل اما بالنسبة لكاميرا الخلفية فهي كاميرا وحيدة بدقة تمانية ميجا بيكسل فتعسى افتو بي انتو زيره مع وجود الفلاش فكل امكانيات الموبايل كده بتقولك ان هو موبايل بسيط يعني هيستخدم معك في الاستخدامات المكالمات او في التصفح والبسيط وفي الشغل الخفيف كده والسكمالا برضو للحاجات دي هتلاقي موجود بطارية الموبايل بطارية كويسة بكوة خمسة الاف ميلي امبير وبشحن ضعيف جدا شحن عشر واط وهي منفذ الشاحن من النوع القديم المكرو يو اس بي مش الطايب سي الجديد الموبايل جاي طبعا من ضمن عيوبه وان الموبايل هنا فيش فيه بصمة وكمان البلوتوز بتاعه القديم من اصدار حاجات كلها يعتبر قديمة فموجود بس بصمة الوش والموبايل زي ما احنا قلنا منفذ الشاحن فيه جاي من نوع القديم وجاي طبعا باندرويد مع وجهة ريلمي جو اديشن وجهة كده مخففة والموبايل نازل بلونين اللون السود واللون الاغضر لو لخصنا الموبايل كده زي ما قلت لك وهو موبايل خفيف هيكون حلو في المكالمات هيكون موبايل كده للتصفح والخفيف والاستخدام الخفيف خالص الموبايل بقى ده من الموبايلات الرخيصة جدا اللي هتلاها موجودة من شركة ريلمي ودي نقطة بتميز الموبايل ده تحديد كويس للناس اللي مرتاحة مع شركة ريلمي او شركة معينة انها بتقدر برضو توفر لك موبايل في كل الفئات السعرية فده تقريبا كل شيء يخص الريلمي نارزو 50 اي اللي هو ارخص موبايل من ريلمي حاليا ولو عايزين مقارنعة بينه وبين الريلمي C11 ممكن نبقى نعمل مقارنعة بينهم الاثنين وهل تشتري ده افضل ولا تشتري الريلمي C25 الاعلى منه بحاجات بسيطة في السعر لكن افضل منه اكيد في نوع كتير زي الكاميرات وكمان الاداء فاقولولي لو محتاجين اي اختيارات من دي اكون معاكم وما تنسى كالعب تعمل لايك للفيديو اعمل سبسكراب واشتراف القناة اشوفكم فيديو الجهة على خير في رعاية الله